بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض الشباب الوحدة الثانية الفروق الفردية وبنتكلم النهاردة عن توزيع الفروق الفردية نستكملك ونتكلمنا عن المكسوبة توزيع الفروق الفردية واتكلمنا عن التنظيم الهرم لها لو افترضنا ان احنا طبقنا مثال عشان نوضح الامور طبقنا مقياس في سمة معينة من السمات وكان عدد الافراد 2000 طالب وجينا نرتب درجات هؤلاء الافراد ترتيب تنازلي او ترتيب تصعودي لما نجي نرتب هذه الافراد هنجد التالي هنلاحظ ان غالبية الدرجات تتجمع في فئة واحدة تقع في المنتصف يعني معظم الطلاب متوسطي الدرجة عدد قليل من الطلاب حصين على درجات مرتفعة عدد قليل من الدرجات او من الطلاب حصين على درجات منخفض هنلاقي يمثل الشكل التالي اللي هو شكل عبارة عن منحنى جرسي قليل من الطلاب يقع على اليمين اللي هو هنا الجزء الخاص هنا باليمين وقليل من الطلاب يقع في يسار المنحنى طيب توزيع الفروق الفردية من خلال الرسم السابق بيوضح ان افراد مجموعة معظمهم في المنتصف اللي هو 68.26% من الصف بينما عدد قليل جدا مرتفعين لهم حوالي 15.73% مرتفعين وعدد قليل جدا منخفضين في الصفة ايضا بنفس النسبة تقريب اذا نظرنا الى الرسم ايضا سنجد ان الافراد يتوزعوا طبقا لمبدأ الفروق الفردية معظم الافراد زي ما قلنا في المنتصف 69% قرابة 69% يعني اكثر من ثلاثي افراد المجموعة عدد قليل جدا مرتفعي الصفة اللي هم يمسوه تقريبا 16% وعدد قليل جدا منخفضي الصفة وده ما يطلق عليه التوزيع الاعتدالي للفروق الفردي نشكركم ونلتك ان شاء الله المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته